أقيم في كنيسة سيدة السلام طريق المطار ندوة سينودوسية تخلى لها إقامة قداس إلهي ترأسه غبطة البطرياك فؤاد طوال المتقاعد تلى ذلك كلمة ترحبية من منصق السينودوس الأب مودي هنديلي حول مسيرة السينودوس المقدسة وعقب البركة الرسولية الختامية انتقل الحضور إلى قاعة الدير حيث تم توزيع الاستبيان الخاص بالسينودوس وقاموا بتعبئة بياناته لتعم الفائدة على الجميع وبعد أن تناول الحضور طعام المحبة في جو من الألفة والأخوة انصرفوا حاملين توجهات المسيرة السينودوسية